في البداية يعني أحب أشكر الفرقة يعني عملوا مجود رائع المتش اللي فات وعايز أقول إن هي صفحة واتقفلت أنه يبدأ نركز إن شاء الله من المتش اللي جاي زي ما قلت مش أول مرة للنادل يعني إنه هو يوصل للليفل ده وحصوصنا كمان مع اللعيبة برازلين أخر السنة في كاس عامة كانت شي أحسن حاجة مع أن أنت كنت قريب في المباراة اللي كانت السنة اللي فاتت في كاس عامة في المغرب بس أنت بتحاول تعمل عليك وتقرى الفريق كويس قوي وتلعب بشكل مناسب يليق بالعيبة ويليق بالنادل لا الرغبة دلوقتي موجودة لأن دي النسخة الأخيرة من الكاس العالم وفرق قليلة اللي جايها تبقى في أمريكا إن شاء الله وفرقة تبقى أكتر فأنت عندك الرغبة أنك تاخد مديليا دي بالنسب لك رغبة 100% موجودة وإنت باين من المتش الأولاني أنت عندك الرغبة وعندك الحماس أنك تعمل نتيجة كويسة ففي رغبة أنك تحقق حاجة تانية غير المركز التالت بالنسبة لتفرح بها العيبة إحنا كان العيبة نفرح بها وتفرح بها الجمهور أحب أشكرهم جداً المباراة اللي فاتت كانوا على أكمل وجه وكانوا يعني مدينا دفعة كويسة جداً وكانوا في ظهرنا وأحب أشكر الجمهور بجد يعني حاجة تشرف وحاجة مش في السعودية يعني مش هنا بس يعني أنت في أي بلد بيبقى أراك فأنا أحب أشكرهم وأوعيدهم من اللي جاي بقى أحسن وبنحاول نعمل كل المجهود أن نفرحهم ونفرح معهم ما حاب ناش نتكلم بصراحة بعد المباراة لأنها حق العيبة أنها تفرح وحق العيبة أنها تطلع لجواها لأن أنت كنت ماتش مهمة زي ما أنت قلت بالنسبة للفريقين فأنت ما كلمناش خالص في الموضوع ده كلمنا تاني يوم على طول أن الفرحة خلصت لازم نقفل الفرحة دي لأن أنت عندك ماتش مهمة وما فيش وقت بين الماتشات وبعضها فأنت بالنسبة لك أنت كان الكلام كان تاني يوم مش أول يوم أول يوم كلنا كنا فرحانين وكلنا كنا مبسوطين بس بالنسبة لنا الفرحة دي خلصت ونحاول نركز إن شاء الله في المرشة اللي جاي بك إن شاء الله الماتش كبير طبعا وفرقة كبيرة هم طبعا أكيد نستعدين بشكل كويس ودرسونا وإحنا طبعا نستعد بشكل كويس أفلنا خلاص صفحة الاتحاد بنفكر من أول مبارح بالليل في الماتش وإن شاء الله بإذن الله يعني دي فرصة للتاريخ يعني أكيد طبعا مش نسبة ضع مننا بسهولة إن شاء الله نقدر نفرح الجمهور بإذن الله النهاردة بحضور الجماهير إن شاء الله تبقى دفعة كويسة لنا إن إحنا بكرة إن شاء الله يعني ما نبخلش بنقطة عرق وماتش الاتحاد عملنا ماتش كبير بس ده ماتش خلاص لعبناه خلص إن شاء الله نفس الروح نفس كل حاجة نفس الأداء وإن شاء الله نعمل ماتش كبير إن شاء الله اشتركوا في القناة